اشتركوا في القناة فهو مثال لمن جهد واجتهد وقوم الصعاب ليرسم مسيرة ستكون منحوتة في خانات الذكريات في الانفراد بصدارة ترتيب هدفي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى كريستيانو لم ينتظر كثيرا ليفق الشراكة مع الإنجليزي جيمي غريبس ليبلغ هدفه 367 متجوزا رقم غريبس الذي كان صامدا لحوالي 46 عاما صاروخ ماديرا لم يقف عند هذا الحد بل عزز صدارته بهدف آخر ليصل لهدفه 368 انطلاقة رونالدو كانت مع نديه لشبونة قبل أن يبدأ مسيرته الحافلة في الدوريات الكبرى مع منشتسر يونيتد الفريق الذي غادره ب84 هدفا من 196 مباراة أما في الليجة بصمت دون على 284 هدفا في 264 مباراة الفوارق كبيرة في أرقام الدون حيث نجح في تحقيق هذا الإنجاز الأوروبي بعدد أقل من المباراة التي اخذها الإنجليزي بـ 68 مباراة كريستيانو الذي قاد البلانكوس للإقتراب من لقب الليجة الذي أصبح على بعد نقطة وحيدة حقق الفوز المائتين مع مادريد ومن المؤكد أن يعزز ابن ماديرا هيمنته على كرة القدم الأوروبية فغريمه الأرجونتيني ليونال ميسي يتأخر عنه بـ 18 هدفا فقط السيار سيفن يسير نحو موسم تاريخي حقق خلاله الكثير من الإنجازات على غرار حصده الكرة الذهبية للمرة الرابعة إضافة إلى جائزة الفيفا لأفضل لاعب ولقب كأس العالم للأنديا شكرا